محمد طلبة أحد قادة سلاح المدفعية التحق بالكلية الحربية عام 1962 وبعد عام ونصف التحق بمدرسة المدفعية ومعه 55 طالباً تم اختيارهم بعناية فائقة وبعد انتهاء الدراسة سافر إلى العريش يوم الأول من يناير من عام 1965 حتى جاءت حرب عام 1967 ورغم الهزيمة إلا أنه ورفاقه قدموا بطولات كثيرة ومنها تثبيت لواء ميكانيكي إسرائيلي يوم الخامس من يونيو بعد ذلك اليوم تم إنشاء سلاح المدفعية من قبل أبو غزالة وحسين شاش ومجموعة من قادة المدفعية على أسس جديدة شارك في حرب الاستنزاف وقال عنها إنه لولا حرب الاستنزاف التي خاضتها مصر ضد العدو الإسرائيلي على مدار ست سنوات لما استطعت مصر العبور والانتصار لأن سنوات الاستنزاف أكسبت الجنود خبرة القتال ضد عدو ماكر قال إن مصر انجرت لخوض حرب عام 1967 لإلهائها وإنهاك جيشها حتى تدخل بريطانيا وفرنسا بعد تأميم قناة السويس قال أيضا إن جميع المواجهات المباشرة بين مصر والعدو الصهيوني كانت في صالح الجيش المصري ألهم بحضرتك يا فرد كل سنة أنت طيب 50 سنة على حرب اكتوبر الحمد لله لكن الرحلة بدأت مبكرا حضرتك تخرجت من الكلاه الحربية سنة 64 64 64 وخط حرب الـ 67 ايوه كانت تجربة قاسية يا فندي مش كده قوي قوي بس الشباب طول عمره شباب يعني اه اه أنا حضرتك كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعدني كما جئنا في حرب 56 فأنا كنت في الكشافة اه فسلموني عجلة وشوية كياس كده عشان المقام الشعبية ايوه واوزع على نقط الدفاع المدني بيتاخد العجلة واروح هسقطها انت اوصم منين يا فندي شبرة من شبرة ها الجدعان اجدع ناس طبعا اوه اجدع ناس اوه فدي دي البداية ام وبعد كده روحت التوفيئة السنوية بقى واتخرجته ودخلت على كل حربية احنا عدنا سنة ونص لأن طبعا الحرب بتخليك عايز تطلع عجيال اه طبعا حرب بتاخد ناس عايز تعود وسبحان الله الحرب سيدي الفاضل بتاخد احسن ما فينا لما استعرض الشهداء اللي في حربة سنة وخيرة حتى في 48 انا دفعت الله ارحمه محمد لطفي الرسمي مات في 48 فبتاخد احسن ما عندك احسن شرابك واحسن قادة فخلص الحمد لله اتخرجت 64 فبراير 64 وفي 29 فبراير يعني بيجي مرة واحدة كل 4 سنين اوه اوه فاحنا متضايقين كدو فاحبقولنا لا نخليها واحد ثلاثة اوه يعني عشان تبقى كل سنة تحتفلوا او تتجمعوا اوه اه فخلص رحت قضيت السنة الاولية ديا في واحدة في مصر واحدة مدفعية وفي ديسمبر خدنا بعضنا وطلقنا على العريش مم رحنا عادة في العريش مع اسكرنا والعملات بتاعتنا كان لنا مواقع عند كيلو 38 اسمها بير لحفن قرب الشيخ زوايد كدو وكنا مع اللوى 11 مشاه اه واللوى بتاعنا كان اللوى مدفعية ممتاز الحقيقة او القادة بتاعنا عشر على عشر يعني الرائد محمود حسن اللو ارحمه ده فضله علي كبير لان ده اول قائل كتيبة اه بالنسبة لك اه او تاني قائل كتيبة اول قائل كتيبة اللي في مصر ستلوى حسن حسن عبدالغاني شلري وده اه تاني قائل كتيبة ورئيس العباد كان نقيب عيلي عبدالنجيد رائع والكتيبة بقى حاضرتك تشوفها مكان شنينة غير المذاكرة اه اه نقعد نرأ ونفتح كتب ونذاكر اصلي كانوا بيقولوا ان احنا لا احنا كنا بنضرب كويس مهم وكنا بنضرب قبل سبعة ستين ايه اه كنا فعليش جلنا الفريق صلاح محسن وجاي بصيد جامد انه جديد وقوي انا ضربت قدامه هدف بالطيارة مهم ودي كانت صعبة قوي قوي يعني لكن احنا كنا بنضرب لكن معلش شي احنا كنا محتاجين واحد يقضنا علميا مهم وده الروس مهم احنا نودين للروس خبراء الروس علمونا اه علمونا كويس قوي قوي يعني فخلصنا الحتة وقعدنا في العريش وبدأت العملية تقرب من حرب سبعة ستين المنوشات بقى في عملية وخطتها اه اه كانت اقرب الى الاستدراج يا فن ايوه ايوه هم جروا ست الرئيس عبد المصر مهم في نوفمبر ستة وستين اسرائيل عمل التحرش مع الاردن بحجة ابنهية بتقوي الفلسطينيين الفدائيين الفلسطينيين مهم التحرش اتقلب الى النيران النيران اتقلبت الى مش حرب ولا حاجة لكن اشتباكات عنيفة مات سبعين واحد لانه هجمت مواقع الفلسطينيين مهم في اول سبع وستين اتحرشت اسرائيل بسوريا وقالت ده انتو بتحردوا الفلسطينيين ان هما يمنعونا من ان احنا ناخد المية بتاعت نهر الاردن اه وبتمنعونا منها واحنا عايزين نزر على النقل ومش اعاف ايه برضو التحرش زاد 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 لغاية مضربت القوات الجوية وضربت سوريا ووقعت لسوريا ست تقارات مهم مصر قال ازاي عن راح باعت الفريق فوزي راح سوريا وشاف ورجع قال له مفيش حاجة خالص مهم لا في حد التظاهرات ولا في لواءات ولا في حاجة خالص دي مظاهرة سياسية سوريا عاملاها كيدية في اسرائيل عشان تقلب عليها يعني اه عبد الناصر مخدش الكلام بجدية مهم قال لا ما عليش بقى احنا نجاهز نفسنا ليه؟ لان الاردن لما اتضربت لامت مصر وسوريا اه نمو متحق بركوش اه ايوة لما سوريا اتضربت بدأت مصر يبقى شكلها وحش ليه؟ احنا عاملين انتفاقية الدفاع مشترك بين مصر وسوريا بيننا وبينهم ايو فعبد الناصر قال له ما ينفعش مهم نحشد القوات بدأ يدفع قوات انا كنت في فرقة سعيدة نزلت في فرقة قادة صرايا كنت باخدت فرقة في مصر عشان بقى مش قادة صرايا التقاهل لردبة نقيب مهم فرقة تلاقي يعني فقطعوا الفرقة يوم 15 مايو اه ورجعت العرش اه رجعت لقيت الكتيبة نار كله بيجري وكله بيجهز الناس فرحانة مهم اليوم الخلاص عشان اه ان احنا نحارب يعني ايوة واحنا عندنا اي حاجة ضد الناحية التانية هي ايه رد اعتبار فلسطين مهم نرجع ارض هي عندنا كده والغاية النهاردة تفضل كده لا تكن تكلم على رد اللي حاصل في 56 اه اللي حاصل في 48 اللي حاصل في 56 اه بس الحتة دي كان معناها ان احنا لا بقى كفاية كده مهم فلسطين لازم ترجع مهم ترجع زي ما كانت كانت الفكرة المسيطرة عليك خالص اه اه وبدأنا نحشده بتاعه واحتلنا مواقعنا مهم الحمد لله يعني قبل اول يونيو كنا كلنا محتلين مستعدي اللي هو المشاهد بتاعنا اللي هو 11 واحنا كويس اول الساعة 9 الصبح اسرائيل قبليها بحوالي يومين ثلاثة بدأت تعمل حاجات خداع مهم ده مصر بتضربنا مهم ده القوات الجوية المصرية قامت وضربتنا ده مش عالف فيه اجتباكات على الحدود ما حصلش حاجة خالص بالكلام مهم وهي اعترفت بعد كده هم لعبوا ده اعلاميا ايوا اعقوا على المستوى الدولي ايوا وعشان كده لو حاجتك تشوف البيان الاول والتاني والتالت والرابع بتاع سيادة الرئيس السادات اللي الرحمه مشينا بنفس الاسلوب نفس الاسلوب اه ان اول اول بيان كان انه فيه قوات اسرائيلية يعتبت على ايوا ايوا وفي البحر مش عالف ايه وفي الماضيق انت ردنا لهم الضربة تماما هي كده كما تدين وتدان فكل اللي قالته ده ما حصل شو هي اعترفت بعد كده ما هي فابريكة الحاجات دي كلها الساعة 9 الصبح عد من علينا اربع طيارات مستير انا كنت في مركز ملاحظة وجنب قائد الكتيبة وعندنا مركز ملاحظة نقيب محمد محمود الورداني كان قائد سريتي علمني جامد بنادير الساعة في الشمال كده وقدامنا حقول الغام في مركز محظة قدامنا جامده قوي والطريق اللي هو بتاع الطريق الشمالي ده اللي هو مالانطرة للعريش جنبنا كده وبدأنا نحتله بتاع جم اربع طيارات مستير عدو من فقينة فقائد اللي هو المشاب يقول له كان ورايا سريد ميمطة 12 سابعة انت مدربتش ليه قال له فنم ما عندش اوامر قال له اوامر ايه دول يهود فتحنا الراديو ما عرفناش الحرب قامت الا من الراديو الا من الراديو اه وراديو اسرائيل وطبعا الاستاذ احمد سعيد الله ارحمه في صوت العرب يعني احمد سعيد يقول كلام وطني شديد لكن اما تشوف بقى تحرك راديو اسرائيل كان بيجينا كواس قوي اه 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 اياتها الام خدي ابنك خدي اللي على الحدود ده بشيعمله حاجة احنا هندمر كل الناس دي كلام يخوف اه قلت له مدفو الراديو ده ادفو ما كل عسكري ماسك الراديو اه اه ادفو الكلام ده خلاص اترات راحوا واقعوا اتنين في مطار العريش بس ضربوا المطار ورجعوا اتنين الولد الصغير ده هو اتنين طقموا واقعوا الاثنين اه الاثنين والله العظيم كنت تبص كده كده تلاقي الطيار انه نازل في الوقت اوي وقعوا الاثنين في حقر الغام انفجر الاثنين الحمد لله دي حتى كان ببداية انها ترفع المعنويات فضلنا معاهم بقى لغاية ما لقينا ارتال جاية ولقينا القوات الامامية بتاعتنا بترجع كله بيرجع جري مش فاهمين حاجة يعني ايه ايه الناس اللي بترجع بتاعتنا دي وهبوا لقينا اللي هو الميكانيكي اللي هو 11 ميكانيكي اسموتال قاد اللي هو وصل بدأنا نضرب كبدفعية وقفنا قدامنا من الساعة حوالي وصل لنا حوالي 11 لغاية الساعة خمسة ونص ستة كده مش عارف تحرك اه لدرجة انه بدأ يفتح قدامنا يهجم بالمواجهة هو مش عارف يعمل ايه فدخل في حق الالغام فاصيب منه حوالي ستة لثمانية دبابة وقعت له فرح ضامم تاني وبدأ يرجع يرجعه الورى وهي ربنا اسم لان هو لازم يدينا درس طبعا لان احنا في الستينيات ما كناش كويسين ناس كتير واحنا بنسجل شهادات المفند دايما يقولوا لولا 67 ما كانتش 73 ولولا الاستنزافة اه لا يعني اقصن انه الدرس كان قاسي جدا اه طبعا اوه اوه فولد حالة التحدي اللي خلتنا مصبوط في ست سنين نعيد بناءنا في سنة ونعب مصبوط كرام سليم فالحمد لله عدوا خلاص لو عثمان نصار قادر منطقة العريش القطاع يعني ادى تعليمات بالانسحاب ساعة واحدة احنا وقفين بعد ما عدوا وقفين كلمنا مدفعيتنا وراء خلي بالكو في ناس عدد بدأوا يستضون على الطريق يعني احنا برضو في سبعة وستين ما كناش سايبين ايدينا خالص يعني برضو خالص والله كان في قوات قومت والله خالص وهو ما دخلش كده بسهولة يعني لأ بس انت معندكش قوات جوية يعني او حتى مقوات جوية في اول طلعة فخلص فانت فقدت زي ما بقوله كده ايدك الطويلة في الحرب ايوه وبعين كان واخد قنابل زمنية يضرب بها الرنويل القنبلة تنزل ما تنفجرش تنزل الاول وبعد تشتغل التطبع وتبدأ تنفجر على الاسفلت فتعمل قطر ثلاثة متر فتدمرلك فعمق اتنين متر اه اه قاني طيارة دي اللي هتقدر تمشي على ممر في الفتاحات الكبيرة دي هو بيشلك تماما ايوه وبدأ يضرب الطيران على الارض الطيران ما لها الشلترز خالص الطيران كده وقفة كده جبن بعض فما اسهل انك تضربهم فهي كانت خطة مدبرة وكان استدراج زي ما حالتك قلت سابت الرئيس عبد الناصر وهو كان زعيم والزعيم بيطيره لحظات ما بيقبلش التهديد حتى لو كان التهديد صح للأسف زي اصدام حسين كده اهو رئيس مباركة ده 38 انصار بالزبط اه وبرده ما قابلش ما قابلش انتو انتو شايفين المشاهد دي نفسيا بقى تفرق ما بين انك رايح حالتك تحتل في الاول او انك فجئت بالله بالله حصل اه اه فاحنا بدأنا اول ما قلنا انسحاب قلنا انسحب ازاي ده حضرتك قلتنا ان فيه لو مدرع جاي وحيطرد الناس دي يكون قلنا كده في الاول فاحنا متمسكت بمواقعنا مفيش فيها مشكل قال لا انسحاب خلاص ماشي خلاص بدأنا نرجع بقى ماشي بقى ال 38 كيلو الاولين دول حضرتك اتربهم في 3 ف 4 لان اطلع تبق انزل من تبق اطلع تبق احنا ماشيين جوه الجبل اه خمسة كيلو جوه الجبل كده وهو ما بيدخلش الجبل خالص يعني بسم الله ما شاء الله عندهم كم من الجبن جميل ما ادارش بيدخلش الجبل خالص يمشي عالطريق والله الطريق ده لو عليه شوية رمل مش هيمشي عليه. هو كده طبيعتهم كده. هما بيحبوا الحياة. احنا بنحب البونت. وده الفاند. احنا الموتة ويصرش فينا. بس لانه لانه موتنا في حياة. اجوا. يعني موتنا في حياة البلدنا. على طول. وحياة الفوق. وحياة الفوق. صحيح. مصبوط. اه. وصلنا عيش قابلت بقى بقيت اللي هو. هناك بقى. ناس كتير بقى. اصطدفنا الله ارحمه ازا كان توفى او الحاجة. واحد اسمه ابو عادل. عنده شقة كده على قده. دور واحد كده. فيها قطين وصالة كبيرة كده. استضفنا. كنا 13 واحد. قعدنا في قطة. فجينا على بالليل. وقلنا يعني القعدة على الطول. احنا احنا اكيد هنرجع موقعنا تاني. مم. فقلنا انه ننزل نجيب له اي حاجة. رحنا جبنا له شوية جبن مش هعرف ايه حاجاته ده. ورجعنا. لما رجعنا. عدنا على تحويلة العريش. لقى الى الولد بيتكلم. ايوها فندي حاضر يا فندي مش عال. فسألنا في ايه. هالفندي بيقولولينا انس في التحويلة. لان اليهود داخلين. داخلين. اه. قلنا بس خلص. ملناش حل ايه ده. مم. رحنا راجعين لابو عادل قلنا انا عايزين نمشي. جاب لنا واحد اسمه مسعود. وقال ده خبير بالطرق يعني. مم. وصلهم الى برا. مم. وروح في دروب كده هو عارفها. مشينا لغاية ما قعدنا على بير. احنا سامنا بير مسعود. باسمه. اه. اه. وقال هنا وتمشوا بقى افتجاه مصر كده. لغاية ما توصله ان شاء الله. مم. وبدأنا رحلة العودة. مم. في رحلة العودة. انا تقابلت مع الاسرائيليين. انا بحب اسمهم الصهاينة. اه. اصل اسرائيل ده اسمه كويش شوية. مم. اسم دولة. لكن الصهاينة دي بدون دولة. مم. على فكر حضرتك انا شفت حخام مرة. في قاعد التسجيلات. الراجل نفسه سائر على اسرائيل. مم. وقالا بقيت مش بيصدق الفيلم اللي انا بشوفه. قال احنا لم يكتب لنا دولة. مم. احنا مش بتوع دولة. احنا ربنا كتب علينا ان احنا نتفرخ في الارض. شتيت. ايوة. ونعيش في كل الدول. مم. لكن ما بقاش لنا دولة. مم. وانا مش موافع على اسرائيل بتعمل. مم. فده يعني. لكن دول صهاينة. مم. فروحنا جايين. بدأنا رحلة العودة. اتقابلت معهم سبع مرات. مم. وانت راجح. اه. في 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 حاجات مختلفة يعني. مم. يعني. مرة واحنا راجعين. كان عبد المصر يوم تمانية لسه تنحى. اه هو تسعة. اه تمانية وتسعة. اه تمانية وتسعة. فتنحى قام الشعب المصري طبعا. ودي برضو من حاجات الشعب المصري. اه بالضبط اه. اصل الناس بتنكر على الشعب المصري في تلاتين يونيو انه خرج. لا. معلش يعني. مم. ده تلاتين يونيو. دي اسمها تلاتين يونيو. نزل تلاتين مليون. لو كان اسمها تمانين يونيو. كان هيئة تمانين مليون. هو كده. لا اه هو انت بتكلم. وصلوا وصلوا حتى في اه. بقى كده. في تقدرات يمكن الخمسين مليون. ايوه. جميل. نزلوا في الثورة. والباقي في البيوت. فكانت اه يا مع ابناصر دي بروفا. ايوه. نزلت و. نزلت بقلبها. اه. نازل يقولك اتحاد الشراكي. اتحاد الشراكي لا. مقدرش نجمع كل المصريين دول. فورجع. هنا طول ما حضرتك مش موافق على وقف اطلاق النار. انت بتسمح للدولة الاخرى انها يتموتك. اه. عشان كده اي حد كان بيمشي بتضرب. بتضرب بالنار. اول موافق. وصريب الاحمر دخل. خلاص. فاشترتوا علينا نمشي. ولما نقابل اي عربية او حاجة اسرائيلي نرفع باحدنا فوق. وبيصور بقى. ويعمل اعلانات ودعاية وكلام. فاول مقابلة كانت اللوة ميكانيكي. واقف كده منور. واحنا مشينا. مم عدينا وقال ديان ومش ديان. سقفنا. ومشينا. خلاص. سقفتوا عطارية المصريين يعني اللي هو. هو ديان. اه. ومشينا خلاص. تاني مرة جيت كنا تعبنين. فسندين على بيت كده. بيت مهدم كده. انا واتنين معاي. فرح عربية عدت فيها خمسة. ما عجبهمش ان احنا ما قومناش. فرح واحد ساحب بفندقية. ينشن علينا. فقمنا. ورفعنا قدين. فانبسطوا اوه مشي. اه والله. اه ثلاث مجندين. اه. فاحنا كنا ماشيين تعبنين اول. رابع مقابلة. جيت وانا ماشي. اجمعت بقى مع مجموعتنا. وروحنا. بيتنا. اه يعني. انت بعد الساعة ثلاثة اربعة ما تدرش تمشي. اه. فقعدنا. وجينا بالليل مشينا. واستريحنا. وجينا قومنا الصبح. بدأنا نمشي. اول ما نمشي جات عربية. عربيتين. خمسة في كل عربية. العربية على الزازل قداماني بس. من غير كفر. لتننكت. كلهم يهود او اسرائيليين. ما بيتكلموش عربي. اللي الاولاني خالص. اه. سواء العربية قول. راح مشاور لنا. رحنا له جاري. فانا من حظي كنت اول واحد. اصلا كنت اقدم واحد فيهم اصلا. انا ومعايا عسكري ما عرفوش. والحمد لله انا ما عرفتوش يعني. رحنا رح واخدني واخد العسكري. ورح مشاور للبال. رح هم راجبين اركب اركب فين. انا قاعد سريع يعني. مش تقول لي اركب فين. في اقدميتي يعني. فرح بصصلي ورح شاخد. اركب رح تناطط على بوز العربية جزي. والولد نفس الكلام. ورح سايق. وهو لابس نظارة كده. وبقى يبصلي من تحت النظارة كده. سايق عدريتك بنفس السرعة بياخد الملف. انا متاخد الملف. وانا متعلق كده. ما انا هقع بره. فروح تندخله ايدي جوه التابلو. وقعدت بصله كده. فضل ناشي حوالي تلاتة كيلو قدام. ووقف. ساعتين ونص ياخدني انا والاخ حسن ده. لغاية استطلاع في كل حاجة. اخدنا على مخزن. امشي روح شوف هناك في ايه وتعالى. طلق مخزن وانت سين. بسك شايق كبه او حاجات كده. وارجع اقول له مفيش يقول له طب تعالى. ونروح نشوف. نركب. يخدني على مخزن وقود. اه معدات وقود ومش عارف فناطيس وحاجات. روح شوف. في الاخر خدني على حاجة متصورة صور شائق كده. وقال لي روح شوف في ايه. طلعت طلع تقريبا قاعد السواريخ بتاعت القاهرة والظافر بتاع زمان. بس فاضية خالص. روحت وشوفت ومشاورت له قال لي تعالى. فاروحت راجع. ده اتفكر. الراجل ده هيفضل مش احورنا. فاروحت داخل في السلك الشائق. بطريقة في منتهى الغباء. لدرجة ان الراجل لما جاسبني في الاخر قال ايه دا يتساب. دا يرجع للجيش المصري. عشان كم الغباء اللي هو فيه دا احنا نبقى مبسطين. لما دخلت انت في السلك الشائق. انا دخلت قاصب. اه اه. فالاوفرول شبك بقى. اه انت عايز توصى انت عمش تخلع منه بأي طريقة. اه. 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 رجعت بس كنت تعبان. مم. قال لي استريح وفي الاول سألني اسمي كنت انه محمد وانت اسمه حسن. قال لي احمد وحسن. بس امان هيه احمد. مم. فضل بقى شافني تعبان اداني مياو. اداني البسكوين دي تاعهم دا. كنا بنسميه خشابسكو. مم. وايه وقافيش. قال لي احمد انت منين? بتقول له من شبرق. قال لي منين هنا. بتقول له كنت في بيرلحفة. قال لي انت بتحارب. بتقول له ما بحاربش. انا جيت هنا قال له يا حارب حاربت. قال لي زي? ترجع. ناصر هيقول لك حارب حتى حارب. بتقول له. انا عسكري. ما قسلي سنة. هو امشي. اطلع برا الجيش. اه انت بتنكر بقى الحكاية. مفيش احنا العين. اه اه انت مش عاوس تديله معلومة صحيح. خالص. اه. ولا معي اسلاح. ولا حاجة. مش عاوس تديله معلومة صحيح. اه. قال لي موز. ناصر عايز الحرب. احنا مش عايزين حرب. ايه. اه والله. ناصر عايز الحرب. ناصر بيقول حيرمي اسرائيل في البحر. احنا ممكن نمري بيكون كلكو في البحر. ده ده الدعاية اللي هم كانوا مغزينهم بيها. طبيعي. ايه. 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 وبدأ ياخدني بقى ونروح. خلصنا. راح راجع. اركب ركبنا. استطلعنا بيوت. لناس هجرت خلاص. مشيت. وفي الاخر اركب ركبنا وارجعنا. لدرجة لما جينا داخلنا عالبيوت. الطريق حضرتك بقى عليه شوية رمز. طراب. اه. قال. حفرنا له مكان العجل. اه. انا نمشي قدام انا في حتة وحسنت في حتة. ونحفر كده. عشان العجل بتاعه يمشي. هلحفر. اه. قمة الشجاعة صراحة عندهم يعني. اه والله والله العظيم. اه. انت خلصت بالحكاية دي ازاي. هو اللي وصلنا للكيلو او خلني من كيلو تاتة وخمسين وصلت للكيلو خمسين. اه. وبعاين راح انزل قعدوا تكلمهم مع بعض. للأسف انا تعلمت العبري في الكليه الحربية. هم. بس انسيتوا. اه. اه. وانا انا نفسي ان كل العبري ده نتعلمهم. كل لها. اه. ونفهم. باب يعرف عدوك. ازاي. ايوة. فاروحت جاي. واقفنا. فقعدوا تكلموا فارحوها شاخط. هو هو الزبط الوحيد اللي فيه. قال. احمد. انا كيلو خمسين. خمسين كيلو مقارنة السويس. يلا امشي. فاروحت ماشي. طيب يعني احنا احنا اسمت صورة للأجواء في الستيين. اه. اللي هي ولدت التعدي. اه. اه. خلينا نطلع فاصل واخد حضرتك بقى لنتيجة التحدي ده. انت شفت الهزيمة بعينك. وشفت الناصر بعينك. اه. بس شفت حاجة مهمة قوي. طيب خلينا ناخدها بعض الفاصل. حاضر. فاصل ونعود لاستكمال هذه الشهادة التي نوثقها لألواء. محمد طلبة احد ابطال سلاح المدفعية في حرب كتور. موسيقى 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 اكدت ان مصر ترفض تصفيت القضية الفلسطينية بين الناس. موسيقى او اي محاولات لتهجير الفلسطينيين قصريا من ارضهم او ان يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. موسيقى واكدت في هذا الصدد ان مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في ارضه ونضال الشعب الفلسطيني. موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 لما بنقول اخوتنا واهلنا في غزة دي مش شعرات دي حقيقة ودعمنا ليهم هيفضل مستمر لحد ما تتحسن الاوضاع هناك اشتغلنا وجهزنا لشاحنات كتير مليانة بالمساعدات الانسانية تخطط المية والتمانية قاطرة ووصلنا بيهم لمعبر رفح وفضلنا مرابطين لحد ما داخلت المساعدات ليهم ومش بنكتفد ده اللي انتم شايفينه ده دي قافلة جديدة للتحالف الوطني اللي وصلت لخمسين قاطرة ودول ضمن متين قاطرة هيتم ارسالهم الاسبوع ده متجهين لمعبر رفح لدعم اهلنا واخوتنا في غزة 53 تريلات بمواطق زائية حوالي 60 تن بتقسمين على 3 تريلات دول في تريلة منهم ادوات طبية تكلفتها حوالي 2.5 مليون في التريلة الخامسة فيها مية بانك الشفاء مساعد بيهم بتريلتين كلها ادوية ومستلزمات طبية رأينا ان الحاجات اللي موجودة تبقى الاولوية للمصابين والجرحة والعمليات فمعانا خيوط جراحية معانا ابر جراحية معانا تطهير معانا محليل جماعة الورمان بتشارك ب11 تريلة لدعم اشقاءنا واخواتنا في فلسطين 11 تريلة عبارة 5 تريلات فيه مواد ومساعدات طبية و6 تريلات فيها مواد غزائية من كراتين مواد غزائية وبطاطية دي مش اول قافلة دي تاني قافلة احنا قافلة الاولانية كنا مشاركين بحوالي 30 تن مواد غزائية فيها كل المواد الغزائية اللي اهلنا في غزة محتاجين احنا النهاردة برضو بنشارك بنفس الكمية المساعدات الاغاثية والانسانية تنوعت ما بين ادوات طبية وادوية والاف الاطنان من المواد الغزائية واللحوم وكمان بطاطين وملابس ودي بمشاركة العديد من مؤسسات التحالف الوطني بنقدم ادوية وبنقدم مستلزمات طبية وبنقدم اي حاجة في الاليتد او خاصة اكتر للقطاع الطبي والصحي طالعين بتقريبا 41 شاحنة موزعة ما بين مواد غزائية ومياه ومواد طبية ومستلزمات اطفال احنا مجاهزين 120 تريلا بحوالي 2000 طن مواد غزائية بنفس النوعية دي بتخدم حوالي 150 الف اسرة فلسطينية القطاع الطبي وسعيدنا فيه بتجهيز عدد كبير من الادوية كمان اشتغلنا على الدعم الغزائي وحاولنا ان المواد الغزائية المقدمة يكون فيها اختلاف نوعي الامر ده بيأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة وده اللي بيتم بشكل مستمر في اطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه شعب الفلسطين الشقيق لتخفيف حدة احداث العنف اللي قدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين اشتركوا في القناة نحتاجين جدا ان احنا ننصق ونتعاون من اجل ان لا تنزجت المنطقة في حرب على مستوى داكليم بالكامل يقول تأسرها مدامن عالوى التقو وعلى السماء المنطقة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد نستكمل سويا توثيق هذه الشهادة للواء محمد طلبة احد ابطالنا في سلاح المدفعية في حرب اكتوب ستلوا اهلا بحضرتك مرة تانية الرحلة دي يعني حضرتك حكيتها لنا وكنت شاهد على ما جرى في هزيمة 67 ولدت تحدي كبير جدا ان احنا نخوض معركة استنزاف وصولا الى 73 يعني في حرب الاستنزاف اهم ما رأيته وشاهدت عليه احنا رجعنا وحداتنا اهم وفي اخر 67 اعيد تشكيل اللواء بتاعنا اهم بمدافع 130 ملي مدفع بقى حريطة كروسيا بدتنا مدفع محترم يعني اهم مدى 27 كيلو ونص اهم اقصى مدفع في اسرائيل ساعتها كان 18 كيلو اه يعني دلك بما تفوقت بيه عليه ايوة وبعدين اللي مسك اللواء ست مشيرب وغزالة كان عقيد ساعتها اهم وكان مشيرب وغزالة فكان استاذك اه كان استاذي في معد المدفعية اه مش كده اه الله يرحم كان هو استاذ اللي هو منير شاس الله يرحمه كانوا الاتنين دول مكلفين ومعنا معهم قادر من المدفعية يمسكوا اللي وقت اللي راجع يعيد تشكيله يدربه يبعا تعجبه اهم نقدر جلساخد منقول يعيد تأهيله تادي اه اه يعني مش بس تدريب تدريب كله اه لكن احنا ما كناش محتاجين كده احنا خلاص بص حيطك الناس تقول انتقام احنا مصر عمنا ما تمتقل اه انا عمري ما شعرت بالانتقام تاخد حقك بس ايوا كده ده حقي وانا بجيبه بالصبت اه مفيش انتقام ايوا فقعد تشكيلنا وتدريبنا وفي اول 68 طلعنا على السويس اه بدأنا نعود وكأن الجانب الاسرائيلي حاس ان في مدفعية غريبة دخلت اه بعد ما كان بيدرب كل يوم بدأ يبطل ضرب اه هو كان عنده استطلاعه يعني اه بس ما عارفش احنا ايه واحنا فيه لان المدفع ده بالنسبة له كان صيدة مهم خلص خلصنا وبدأنا نشتغل في تمانية في في يوليا تمانية وستين وانا قاعد في الموقع قال له زيارة هامة جاية زيارة هامة عربية جيبت دخلت اربع باب قدام خالص ست الفريق عبد المعيم رياض الله ارحمه قريس الاركان ثم في الشمال الاثنين اللي وره اللي في الشمال فريق محمد فوزي وزيرة حربية وفتح الباب لقينا الرئيس عبد النصر اه فهو الشوك جاي يشوف المدفع الجديد اه والله عجبها اه الله ارحمه هو له طلح حضرتك زي ملك ست اللي هي اللي قالته ما قابلته مش عارف في النوبة ولا فين قالت له انت عنيك بتأثر بيها على بيقعد قدامك قالت كده الرئيس عبد النصر اه فلقيته الرئيس عبد النصر قدامك وطويل كده ولابس الرمادي البدا الرمادي التاعته دي وكان عدته لما ينزل حضرتك يعمل ايده كده يزوط الكرافاتة وبعين يربط سلم علينا وقال للولاد فين قدام يا فان مشين فالفريق فاوزي قال له فان مناخده العربي قال لا هنتمشى رحزت حديثك رجل تمشي والتانية تصحف كانان ده سنة 68 اه اه يعني ما بيمشيش عادي لا في رجل تصحف هو اكيد كان حاسس بدأ التعب يحس بي اه طبعا هو يعني قبل كده كان اه بعد النقس اكيد حصلوا حاجات كتير الله ارحمه كانت كانت ضربك قاسية ايوه ايوه وروح بقى وقعد على العساكر ولأ حنرجع الارض يعني هنرجع قال لهم كلام كويس ده في يوليا في اغسطس زيارة هامة مين الرئيس انوال السادات كان رئيس مجلس الامة اه وجاب وافد من مجلس الامة برضو جنة وقعد وشاف المدفع وقدم لنا المدفع وكلامه في 8 سبتمبر 68 وجات لنا تعليمات من المدير المدفعية كان الله ارحمه سيد الله عبد التوفوضي حندرب قصفة مركزة على جميع اهداف العدو اللي عنده اهداف يضربها ثلاث ساعات من اربعة وثلت لسبعة وثلت ثلاث ساعات بقول لحضرتك احنا بقنا بنقسم يقافوا على القناة لندربهم ينزلوا القنال نضربهم. يجروا من بره القنال يدخلوا في الخنادق نضربهم. في كل حت غير الأهداف اللي كل كتيبة واخدها. ضربنا ثلاث ساعات بانبساط. بصراحة يعني. فطبعا هما خلاص تبهدلوا يعني. ردوا عليها بايه؟ بضرب المدنيين وبالزيتية كان فيها ستين طن خسرناه بترول في الزيتية واللعد والمدنيين. فتم التهجير ساعتها في 68. طيب خلصنا القصف بعدها في 8 مارس 69 كل ده اشتباكات جوميا. 8 مارس 69 جلنا نفس التعليمات بس خمس ساعات. ضربنا خمس ساعات. بس لما قيمت القصفة دي مكنش زي الأولى. لان حياتك بتشوف الدانة بكام. فانت ضربت الف دانة. طيب بكام. والخسائر ايه قصدها. دي ايه بالزبط. فطلقت اللي احنا التكلفة بتاعتنا عالية. اكبر بكتير ايه. فقالوا خلاص كويس كده. بس كل واحد ضرب اللي على مذابه. هو بدأوا يقننوننا الزخيرة فقا. كان 30 طلقة الكتيبة 200 طلقة في الشهر. كتيبة 18 مدفع. 200 طلقة في الشهر. يعني اليوم سبعة ايام. لكن العملية كانت الحمد لله كويسان. وفي الخمس ساعات دي انا طلعت بالهليوكيبتر. وبدأت اديري النرى من فوق. بالطائرة الهليوكيبتر. وكان حاجة ظريفة ان الطائرة كان جميل. بنا يديري الصحة على العايش يعني. وانا فوق وبدأ بفنش فلاقيت قائد اللي هو بيكلمني. عود سريعا الى المطار. هناك طائرة تتبعك. طائرة بيقول فيه ايه. ما فيش في الطائرة غيره هو. وانا تح وراء. اه. اول ما الكبتب كنت منسك عصائيا مبسوط يعني. ماذا ضيئة تدريبية. بتدرب. هل بتعمل ايه. ما عرفش ان دي متصلة دي. قلت له فيه عصائيا. قال ليه ما لكش دعوة خليك في الجهاز الى سلك. فقلت له ده بيقوله فيه طائرة. الرجل هاج. طائرة. ده انا يقول له كيبتر عرب عليكم. ايه طائرة يعني ايه. حاجة مقتلة. اه اه. نزل حضرتك شوف كفاءة الطائرة الغير طبيعية. نزل على طريق السويس. كأنه عربية من العربيات على الطريق. من درجة حضرتك ابص للعربات اللي جاية. كل السوقين تعمل كده. خافلة حضرت. اولا بقى يعمل كده. لغاية ما اصلوا. مجرد ما نزلنا لقينا انفجار في السماء اترعت ترى اللي بي. ضربوه. اتضربت لها دخلت غلط يعني. اه. دي القصفة التانية ودي انا بعتز فيها القصفتين دولة. ده في الحرب الاستنزامة. اه كويسة. كما تفعية يعني. طب. لو جينا بقى للمشاركة في حرب اكتوبر. اه. يوم الخالد الجميل. اه. ده هدية ربنا. يوم ستة بقى. يوم ستة اكتوبر. اه. في ستة اكتو اكتوبر. انا انا دخلت انتحان مسابقة في اخر تسعة وستين. اه. ونجحت. كنا عن سافر روسيا نجيب السواريخ الارض ارض. اه. في فرق جبير قوي بين السواريخ الارض ارض وقوات الجوية. القوات الجوية ممكن تطير وتضرب اهداف متقدرش ترجعها. اه. المدى والبنزين وكلان ده في الوقود ما يكفيش. اه. طب اللي عوضك عنه ايه هو الساروخ. اه. الساروخ من مكانك. بتضرب. اه بحق الهدف. تلتمية خمسمية كيلو. مفيش مشكلة. اه. فاتنقلت نجحت اتنقلت واحد واحد سبعين. ليه لواء سواريخ. تكتيكي تعبوي. اه. ما ده في حدود السبعين كيلو. السبعين كيلو دي تكفي جيش. اه. يعني تكفي تكفي اسف. لغاية فرقة يعني. تكتيكي تعبوي. مين برضو قائد اللي هو? المشير ابو غزالة. كان عقيد ساعدة. اتدربنا وهو بيكلم روسي كويس. فاخدنا حوالي ستة شهر. هم كانوا بيدربوا اهداف مدنية. واذا الفرق بيننا وبين. اه. احنا عمرنا واضربنا مدنيين. هو درب بحر البقر وموت سبعين عالي. ضرب في اينة. ايوا الجسور. اه. اينة. ووسنا. واناطر. اه. ضرب في الاليوبية. اه. وراح ضارب مدرسة بحر البقر ومصد عبو زعبل اول بسبعين. ومدرسة بحر اول بثلاثين طفل. موت تلاثين طفل. يعني يضرب اهداف مدنية. ما يضربش الدفع اسكرية. خلاص خليه يضرب اللي يضربه. لكن احنا جبنا الساروخ اضربنا عليه بقنا كويسين قوي. في ساعتها دلوقتي بقى السادات تتكلف. وقال العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. لما اطمن ان احنا قلنا له احنا جاهزين. هتضربني هتضربك هتضرب مدينة هتضرب مدينة. انا عدت سنة ادور على حتة اطول منها من الحد دانية. اه عمق هناك. العمق الكبير. العاصمة. قعدت سنة. ولقناها. وغير دلوقتي احنا حافظينها في التنغنة الحمد لله. وجاهزين. هتضرب مدينة هتضرب لك الانيل. والحمد لله ربنا وفقنا يعني. في سبعة في اخر ستة سنة اتنين وسبعين اتنقلت الى لواء استراتيجي. اكبر ومدى اعلى. وهو ده بقى اللي هو يطول كل حاجة. فاتضربت وكان سهل بالنسبة لي ان انا اتعلم. ان انا كنت امسك حساب البيانات للصاروخ. اه. فما فيش مشكل ان انا اتعلم وتعلمت بسرعة. وكنا في اول اكتوبر عشر على عشر. كنا جاهزين. جاهزين. اعم. كان معنا اربعين مهندس. من ضمن تشكيل اللي هو. في ستة اكتوبر بقى في اليوم. اه. جينا بقى السواريخ لها تيب تاني يعني. جينا في اول اكتوبر. اللي هو السواريخ. اللي هو التكتيك ده. اتحرك على الجيوش. اتحرك ليه? لان احنا كان عندنا تملي تدريب شهر. كل سنة تقريبا. او كل فترة. من سبيل تدريب على مهام العمليات. وهما الناحى التاني يعرفين يعني. طلع. احتل في الجيوش. انه بيتدرب. ويوم خمسة اكتوبر قائد اللي هو اخد الامر. اه. خمسة اكتوبر. اه. لان اللي هو سواريخ. اه. بياخد وقته عبر ما يجاهز نفسه يعني. احنا عندنا السواريخ بتاعنا ستة طن. اه. يعني مش اي كلام. فازم تاخد وقت اه. فأفانتو كان عندوكو علم بستة اكتوبر من يوم خمسة. خمسة. السواريخ بس. سواريخ. اه. اه. الساروخ يطلع ثلاث ثواني كده. اه. يتخلص من القاعدة. والحتة دي سيدي الفاضل تبقى نار الله المشتعلة. اه. هو طالع. اه. يعني يقلق بس القاعدة. اه. الثلاث ثواني دي يقوم عامل كده وكده. ياخد الاتجاه والمسافة. اه. اتنين ونص سماخ. السرعة. اه. ما تشوفوش. اه طبعا. انا اشتركت في حرب الكويت. الله ارحمه سيدي الفريق صلاح حلم. فهو احنا قفين جرس الانذار بيدرب كل شوية يدرب. سيدي الفريق صلاح حسين كل شوية يدرب لنا ثلاث اربع سواريخ. فوقفنا في الجنين. كنا في مركز عبليات ووقفنا في الجنين. فسيدي الفريق صلاح الله ارحمه قال لي يا طول ما انت مش في السواريخ طلقه. قال لي هنحس بايه لما الساروخ يجي. قلتوا مش هتحس بحاجة خالص. خالص. اه اه. قال لي ازاي قلت لها فهم ده ساروخ بيطلع اتنين وعشرين الف شازية. ستة الف في الارض وستاشر الف حواليه. الساروخ من خمسمائة لخمسمائة متر. بيأثر في خمسمائة لخمسمائة. اه اه. فانت مش هتحس بحاجة. الحمد لله. لا رحمنا. اه والله. اه. فجينا ايه. الحمد لله كده. طلعوا خمس عارفوا. قالوا ستة اكتوبر. اتنين ونص الصبح. تكونوا في مواقعكم. اتنين ونص كان كله في مواقع صباحا. اه. اه. في الجيوش. كله محتل مواقعه. من ضمن التدريب على مهم العمليات. بس. استنوا. اول ضربة صاروخية تمت. تمت الساعة اتنين. واربعين دقيقة. اه. بعد الموجة اللي قولها عبوء. ايوا. بعد الطيارات والمتعيق. ايوا. ايوا. والعبور الاولان. اه. الجميل قوي ان الطيارات كنت عايتك من مكانك تقول ايه. دول ستة طيارات. اه. وتفضل مستني. هيرجعوا كام. لما يرجعوا ستة تقولي الحمد لله. اه. اه. احنا. اتقهرنا في 67 ايه. اه. اه. جربنا ازاي. فكنت بتعد الترطوية رايحة. اه. اققل ايه راجعة. يا سلامنا ما بيرجعوا كلهم يعني. ام. نقعد نحمد ربنا يعني. ام. فاول ما بدأت ستة اكتوب الرأبور. حالتك تمسك التليفون مش سامع حاجة. ام. تمسك الا سلكي مش سامع حاجة. ام. تشويش غير طبيعي على التليفون وعلى سلكي. ام. اول مخشيب. ام. كان في مركز اعاقة وشوشار على جبل ومخشيب. دربوه. دربوه. نفس الشوشار. اه. موجود. والسواريخ كانت نجهزها نفسها. ستة ساروخ طلعوا. ساعة اتنين واربعين دقيقة. اديها عشر خمسطراشر عشر عشر ثانية توصل للأهداف. الصوت بقى عادي. اه. انا ضمرت انتم براكز التشويش. بسم الله ما شاء الله. اه. هو ربنا اللي يقود. ام. ام. بعدها على طول. وروحنا جايين مطار شعير. كده. وقدامه تجمع مشاوه الدبابات. دي القصفة التانية الحلوة برضو. ام. تجمع مشاوه الدبابات. ورب تلاتة كيلو. هو متر شعير. ده. بتضربه على اخر مدى عند حضرتك. ام. نفرض مثلا ستين كيلو. ضرب. كام? ست سواريخ. يقوم تلاتة يقعوا هنا. وتلاتة يكملوا التلاتة كيلو. ما تقوليش ازاي. ام. ام. هو برضو ربنا سعالها. صحيح. صحيح. المقدر. ام. بكافة الحسابات ما توصلش. ام. من تضرب على الاخر مدى. ايه اللي يجيب السيادة دي. ونزلوا تلاتة كيلو وقعوا فوسط ستة فانتوم. بيدوروا المكان عشان يجنى. ام. اتدمروا. ام. الستة اتدمروا. في مطار شعير. اه. دي 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 قصفة تانية. توالت القصفة دعا. وراء بحر. ام. وراء بحر. هم ما اشتكوا. وكانوا يدوروا عليها باي طريقة. اه طبعا. زي سوريخ الدفاع الجو. يوقف. يوقف. اه. المفاجآت اللي تمت يا فندم في تلاتة وسبعين. هيفضل يحلم بيها. لغاية ما ينتهي. ام. لغاية ما يموت. لانه الدفاع الجو برضو. رائع. رائع. دور عظيم. اه. اه. فراء. نيجي لين احنا بقى. الاستراتيجي. ام. فضلوا مكتمين علينا. لغاية اول مقال واقف اطلاق النار الساعة سبعة يوم اتنين وعشرين. ام. سبعة لتمن دقايق. ايوه. بدأنا ندرك. عملت الواجب. قبليها بتمن دقايق. اه. احنا ما خلناش بالاتفاق بوقف اطلاق النار. ام. لكن قبليها بشوي. هم عملوا كده برضو. اه. يعني هم قبلي واقف اطلاق احاول يدخل للسويس. اه. اه. ايوه. ويقطع عالطريق السويس وحاجات كده يعني. اه. فانتو قبليها بتمن دقايق. بتمن دقايق بالزبط. ام. هو بياخد ايه دقيقة يكون واسط الواجب. لكن احنا كنا هندرب مطار العريس. ام. كنا هندربه بتلت سواريخ. سيد الرئيس السادات لما عارف قال لأ. مطار العريس ده في جسر جو امريكي. لو عسكري واحد امريكي مات. حلاقي امريكي كان عندي. اه اه. لا بلاش نستخز. لحسبة تانية اه. اه. غيروا لي الهدف. ام. فغيرنا عملنا على الصغرة. ام. جابتنا معلومات الاستطلاق ان في دلوقتي ايه. من اثنين لتلاتة كتيبة ميكانيكي بتعدي الصغرة. جزء كبير وراء لسه بيعدي. جزء بيعدي على القناة وجزء بعدين. ام. ضربنا الثلاث سواريخ. الساروخ بيعود اثنين كيلو. ام. اثنين كيلو مدءة طول يعني. طول ايه. فضربنا الثلاث سواريخ بستة كيلو. ام. الكلام اللي جانا من معلومات الاستطلاق ان الكتاب دي اتبع طرط. ام. مش 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 اتبع طرط. ام. اتبع طرط خالص. اه. اه. واللي وقع في القناة واللي مش عارف ايه كده يعني. ام. الحمد الله كانت ضربة ناجحة في توقيت ناجح. ام. 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 فربنا سبحانه على كرم. طب يعني. يعني. ما بين المشهدين. المشهد بتاع 67. واللي حصل. والهزيمة اللي حصل. ثم المشهد بتاع 73. تمام. والانتصار اللي اتحقق. الجندي هو الجندي. العسكري هو العسكري. والزابط هو الزابط. السر فين? اول حاجة العودة الى الله. الرجوع الى الله. اه. نحنا يعني. تمام. حضرتك كنت تدخل الجمعة. او في اي وقت في الجمعة. كل ناس تقول يا رب. ام. كل. كله بيدعي. ام. فكله عايز ربنا سبحانه الله. والله كان وقتها جوامع وكنيس. اه. كله. اه. كله. 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 يعني كل المصريين. اه. يعني بيدعوا. وبي. اه. اه. تاني حاجة التخطيط. ام. التخطيط صح. خطة الخداع دي. صح. تقول وزير الدفاع رايح رومانيا يوم سبع اكتوبر. ام. تعلن اه. والله. ام. وتقول ان الرئيس هيستقبل مش عارف الرئيس مين تمانية اكتوبر. اه. بتاع رومانيا. ايوا. وتصرع عشرين الف. عسكري قبل ال. وعيزنا اجيب في اكتوبر. ام. ده لسه مصرع عشرين الف. اه. فالتخطيط كان اه. كان مضبوط. تخطيط وخطة الخداع الاستراتيجي. ام. الاسلحة اللي جات لنا من روسيا. احنا احنا لازم نعترف ان الروس لهم فضل علينا. ام. في امدادنا بالاسلحة. ما ليش دعوا بالمقابل. لكن ما فيش دول كانت بدينا. بس. بس انت اقيمت ازاي يعني انه رئيس سلاة ماشية الخبراء الروس. لا. هو 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 هو. ما ده كان دمت برضو من خطة الخداع. لا احنا اشتكينا. ام. انا ما بجد بتضرب. انا قبل ما اروح السواريخ. فبيجي الخبير الروسي جنبي بيجي. واديني مهمة. احنا المهمة بتاعت المدفعية توصل الهدر بتاعك في حدود ست دقائق. ام. فهم فوق ان احنا كسرنا الزمن. اه. فالراجل بقى مزهول. الروسي اه. اه. ده في ناس بتجيبها في اربع دقائق. ام. ايه الناس دي. ام. فبدأ يعقرب لك المهمة. اه. عشان تجيب ست دقائق وعشر ثواني ضعيف. ام. ست دقائق وعشرين ثانية ضعيف. كده. ام ام. وبالتالي كل اللي يدخل يعمل ضعيف ضعيف. فبدأنا نشتكي بقى. ده بيقعد يدينا في بيانات على الهدف. لانه هما ما كانوش فير اوي برده. لا. اه. بس في التعليم كانوا نضعف. في التعليم. انت حراك بتفرق ما بين هو فنيا. اه. فنيا. اه. فنيا. سياسيا بقى موقف روسيا. جاء من فوق. ده حاجة تانية. اه. اه. فساتر ايسا ده مشاهم. ومشاهم بطريقة لائقة. عشان احنا لما نحارب. ما يقولوش ان الروس هما اللي عملوا. طيب. يعني احنا عندنا فكرة الايمان بالهدف. ايه. والتخطيط. ايه. مضبوط. طيب حصل حضرتك برضو عن. لانه الناس. الشعب برضو تحمل يعني. او. وصبر. اوي. ونفس الحكاية في القوات مسلحة الناس برضو اتبهدلت. يعني امرت بظروف صعبة جدا. ايه. الحمد لله. التضحيات دي برضو شايفها ازاي حضرتك. ولا حاجة خالص. ولا حاجة للبلد دي. اه اه. اللي احسم الشعب البلد. الارض. عشان كده انا كمان اللي بقول للشباب اللي قابلهم ايه. لو مشيت في سيناء او في ارض مصر. كل رمرايا عليها دم. ده من 48. مش من النهاردة من 56. كل حبة رمل عليها دم. دم واحد مننا. فالاساس هنا الارض. الاسم. اه مصر ايو ايو. بس هو ده الاساس. يعني الاصل هي الارض. المحرك والدفع الاساسي. ايو. اللي حركت كل المعركة دي. ايو. مظبوط. انا احنا كنا بنبكي. وانا في المعاش. اه. لما كنت شوف الاخوان بيضمروا في الارض. بيقتلوا في الشعب المصري. بيقتلوا في الشرطة. وفي قوات المصرح. انت بتعمل ايه. بس هو محاربوش كمان. ولا حاجة حاجة منهم محارب. ولا يعني معرفوش قيمة البلد. اه. نا خالص. وما دفعوش دم اه. اه. ايف دو بيه البلد. ايو. بربنا يديم على البلد دي. امناه استقرارها. الحب. وبشكر حضرتك على هذه الشهادة. لالواء اه محمد طولب. اه احد ابطالنا في حرب الخلو. الله يباريفون. اه اخيرا. وشكرا لكم. اشتركوا في القناة